مروان الحل مراسل قناة دبي الذي أيضا بليغ قام بإجراء مقابلة أو طرح عدة أسئلة لرئيس الحكومة باليمين نتنياهو في المؤتمر الصحب بمطار بنغوريون أولا شعورك وأنت تصل إسرائيل لأول مرة أنا أظن بداية أنا سعيد جدا بتواجدي في أول رحلة تجارية لشركة فلاي دبيل إماراتية على أرض إسرائيل وبالتحديد مطار بنغوريون اليوم هو إنجاز إماراتي إسرائيلي في تفتيت الصراع العربي الإسرائيلي منذ زمن وإن شاء الله حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إسرائيل مستمرة لنشر السلام في المنطقة إن شاء الله انتباعك كان أول زيارتكم شو اللي شفته بإسرائيل اليوم نحن نبدأ رحلة جديدة أنا كل ما أقول لواحد من أصحابنا أنا رايح إسرائيلي أنا بروح معك نفسي أروح معك الكل عندنا طباعة جيد لأننا نحن نثق في حكومتنا وفي اختيارهم وفي خططهم في السلام ولا نخطو خطوة إلا بعد ما يخطونهم وهو كل هذا ثقة فيهم فلله الحمد اليوم ترحيب جميل من دولة إسرائيل وشعبها شفناه في المطار حضور رئيس المزراء الإسرائيلي بن يمين نتيو هذا روحها يكفي باستقبال أول رحلة تجارية وكلمات معبرة باستقبال فريق الرحلة من المدير التنفيذي وأيضا من طاقم العمل شكرا جزيلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي والشعب إسرائيل على هذا الترحيب الرائع الصراحة من هذه الدولة الفتية قبل قليل حدثتني قلت لي أن مصدر كبير في رئاسة الحكومة الإسرائيلية قال لك أنك الصحف الوحيد الذي وجه أربع أسئلة متتالية لنتنياهو وش شعرك في هذا الأشي وش رأيك بنتنياهو كشخصية والله اليوم أنا محظوظ جدا بطرح الأسئلة لرئيس المزراء الإسرائيلي وكانت أسئلتي يعني كانت الحمد لله يعني كانت خفيفة ضمن الإطار الرحلة كانت عن الرحلة وأيضا كانت عن خطط السلام الذي لديه وهذا شيء مهم من ضمن خطط رئيس المزراء الإسرائيلي وأيضا لنشر السلام واليوم هو أيضا مرشح هو وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألن هيان لجائزة نوبل بالسلام وأتمنى لها إن شاء الله التوفيق في هذه الجائزة وكفاية ترشيح هذا الرحي وسامت على صدورنا من حققه والسلام في هذه المنطقة التي تغيب أنا منذ عقود كثيرة وكان سؤال الأخير حول اليوم الوطن الإماراتي ونشكر على هذه الاستجابة وتهنئتها لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعيش لحظات إن شاء الله سايدة مناسبة يومها الوطني التاسع والاربعين ونحن ننضم إلى هذه التهاني طبعا الزميل مروان الحل مراسل تلفزيون دبي شكرا لك على المقابلات